بسم الله الرحمن الرحيم إخوني طلبها شعبة الرياضيات وشعبة العلوم التجبية أقدم لكم تمرين وحله فيما خص التحولة النووية التمرين طاقة الربط أولاً التمنين الشبول أحدد مكونة نواة النظيرة لأيرانيوم 235.92 النوات هذه كما راكم تشوفوا 235 هي A و92 هي Z هذه 235 الأنوية و22 هي عدد البروتونات إذن Z تسوي 92 وعدد البروتونات هي A ناقص Z معناه 143 الثاني أحسب نقص كتلي بالوحدة الكتلية U وبالكيلوغرام إذن عندنا المرطيات كما راكم تشوفوا ونعرفوا بالوحدة تحت القياس فيما خص الأنوياء تحت القياس عندك 1.66 054 مضروبة في 10 بص ناقص 27 كيلوغرام إذن إذن ما هي النقص الكتلي هي Delta M Delta M هي عدد البروتونات مضروبة في كتلة البروتون زي عدد النوترونات مضروبة في كتلة النوترون نقص كتلة النوترون كتلة يورانيوم هاي إذن نعوذ الزي بالقيمة نتعوه A نقص الزي بالقيمة نتعوه وش نالك بعد الحسابات بعد التعويض العددي وش نتوصله نتوصله للدلطعام تساوي 1.91 514 يونيتي واحدة بعد التعويض ونعرفوا بللي الوحدة تساوي كما رككم تشوف الوحدة تساوي 1.66 054 10 نقص 27 كيلوغرام بعد التعويض مدنا 3.180 10 نقص 27 كيلوغرام السؤال الثالث احسب بالجول طاقة الرد لهذه النواة هذا طاقة الرد الالكتروفولد يساوي كما رككم تشوفوا 1 جول وماذا مليون ميجا ميجا إلكتروفولد يساوي 1.60 22 10 نقص 13 جول نعرف باللي نستعمل علاقة ايشتاين س هي سرعة الضو وتسوى ثلاثة فاصل مضربة في 10 8 إذا نكون مربع 2 يسمى تولي 9 10 16 بعد التعويض العددي نتوصل إلى 28.62 عشان نقص 15 جول ونحولها إلى ميجا إلكتروفولد هذه النتيجة نقص على قيمة جول جول أماف هو يسوى كما راكم تشوف ها كما تعم السؤال الرابع عصب تقترب لنوية لنوية واحدة نوية واحدة نوية واحدة هي التقى محررة هي هي يتقى ربط على عدد الأنوية عدد الأنوية 235 تمدلنا في نهاية 7.60 85 ميجا 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 العدد الخامس السؤال الخامس قارن استقرار نوات لورانيوم واستقرار نوات راديوم ذو طاقة ربط 7.90 ميجا نوات لورانيوم استقرارها ضعيف بالنسبة لاستقرار الراديوم لأن 7 لأن لأن طاقة الربط النوية ل لورانيوم أقل من طاقة ربط النوية للراديوم و أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم نوات